اقصر السلام عليكم وجعلنا أليكم في انتباع دواغ بن بول دعونانا نبدأ قبل اقول كل شي البث بكرة يوم الاثنين رح يسويه لكم ماجد انا في الكويت مع ابراهيم بنحاول نشبك وياه عشان يعني ندخلوا ياكم في البث لكن اذا ما قدرنا نشبك بيصير البث بث مانجا فقط فالبث بكرة ان شاء الله ساعة ثمانية ونص لا تخلون والحين خلونا نجع مع دراجونبول طبعا في الحلقة اللي فاتت اخر شي سواها الطبيب هذا او الدكتور البوفيسور من الكورن الثالث انه قال علي وعلى اعدائي فكنت اعتقد علي وعلى اعدائي انه بيدمر الحلبة بيلغيها كلها لكن لا اطلع عندها سلاح اخر الاندماج 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 طبعا لما قلت انا ابغى الي ميكا في ناس شافوا الصور دعاية الحلقة قالوا لي الحلقة الجاي رح يجيك التحول اللي انتبين التحول هذا اقرب ما لديمون من آلي لكن ولو يبرد الخاطر لما اقول لك آلي ويتوحش الاشكال اللي كنتوا تشوفوها في افانجليون في قندام في قندايزر مازنجر خماسي دايموس فولترز فولترن امشي معاك للاخير يا راجل المدافع فهالاشي الاندماجات اللي انا بيها الالية لكن بعض الاندماج الاندماج كان رائع الديمون اللي طلع هذا جبار وفيه لمسة آلية يعني كأنه من الوحوش حقت خماسي اللي وحش معدل عليه آليا عشان يتحكموهم فيه فالمجسات الزمردية حق الشياطين اللي هي هذي زي المجسات هذي لجي مشكل زكأنها الزمرد حق الشياطين اللي يكون مركب عليهم برضي يعني اللي في اذانه هذي تصدر السونار فتشيك كل شي حوله يعني ما يريد يقصر الكي ما يريد يقصر طاقة السايبورغ ما يريد يقصر طاقة كل نوع طاقة يصدر في مجال السونار حقه يمسك حتى لو انك مختفي اللي في جمجمت هذا مفاعل نووي انتهينا او مفاعل طاقة يعني خلاص جبار والبقية بعد ما امدوهم الشرحون فاول ما تعول عليه اطلقت للهجوم الشامل حقه زينو متحمس خلاص يعني قاعد يشوف شي جبار فهو اطلق الهجوم الشامل حقه ولما حتى الكون الحادي عشر كان بيجيهم صدهم جيرا طبعا باللي حوله والبقية وخواه والكل قاعد يواخر من الهجوم الشامل ديس بيقول ذا شكله نوينا حتى احنا بعد لكنه رجع يوم استعد وعيا صاح وركز كل قوته على الكون السابع فريزة حبيب قلبي وعزيزي الغالي قاعد يعني في البداية يتفرج اللي على المدرج يتفرج معندك مبع المدرج بس مسوي على المدرج يتفرج حبيب قلبي فريزة عسل 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 فريزة بالنسبالي عسل صحيح انت تريد يعني جيب ليمون السود العماني وحطه يعني انا موت في الليمون السود العماني وحطه مع شوية عسل وبرضو جيب كمون انا احب الكمون يعني كل اشي اللي احبها اقولك وحطها مع العسل وجيب الصلصة الصوية انا احبها صلصة الصوية حطها مع العسل وعشق الميونينز حطه مع العسل يطلع لك فريزة سبحان الله يا اخي كذا شبت لاي درجة هو مخليط من الاشياء اللي انا احبها فريزة قاعد يتفرج ولا تدخل ولا سوى شيء فعندنا الالي هذا نسيت على طول سماه الكيوشن حق الكون الثلاث عشر عطاه اسم على طول الله ما دي حتش انه كان الاسم فبدأ بالتوجيه الضربات وكانت ضربات خيالية يضرب فجوات في الهواء تطلع يده تضربك من الجهة الثانية فهو اما انه يضرب طاقة في الهواء وتتوجه لك فكأنه يده جاتك وضربتك او انه يضرب فراغات في الهواء ينقل يده فيه ومن سرعة ضربته ضرب الجميع العموم لما طلعك عملاق وجه باحد انطباعين وهذا مشكلة اي شخص يقاتل عملاق الانطباع الاول من الناس الاستخفاف الزايد اي عملاق يعني لهب سريع وحجم عن فاضي وعلاقاتهم طول طول انخلر العقل عقل اسخله طقه كفين يصيح لا يغتر بجسمه والنوع الثاني هو عملاق وما نقدر عليه وراء هذا سر هزيمتك امام اي شخصية ضخمة او شخصية تكوينها غريب امامك لا تجعل الشكل سبب للحكم بل ادرس وفكر وقرر بعدين تواجه لانك اما انك متخف بزيادة ولا هتعرف تقاتل او بتتحمس بزيادة وبتنك في الارض وهذا اللي يتبين لهم بعدين ان الموضوع الرجل اسرع من قبل بخمس مرات واقوى من قبل بمرات عديدة ومدركهم شو تش معنى كلمة مدركهم محيط بهم فاهمهم مدركهم ما في امل للهرب جلدهم جلد خبز قوكو طبعا اي قتال في دراجون بول المطقة قوكو يعني تنزلكم قريب حلقة توب فايف من ابو خليل ملطشة الانيمي نسيت اقول له قوكو لان اي شخصية بتطلع اول مرة لازم تلطشه في قوكو يروح قوكو يلقى طريقة عشان يجعل يلطشها فاول شي يلطش قوكو رجع للحلبة كل شخصية جا تستعرض مع قوكو لطشة بعدين جا قوكو وراها مقامها عشان الكاتب يروح قواتها الشخصية لازم اول شي كفين في بدن قوكو قوكو نخبز خبزتين وبالثالثة برا الحلبة وكان خلاص خارج خارج لو لان فريزا رجع فانقره شلوت شاته ورجع للحلبة هنا انا مضطر اعترف تصرف خيالي ومنقذ يا فريزا لو لا هذا التصرف قوكو برا الحلبة لكون السابع في ورطة لن انكر انا صحيح حكوها الشخصية لكني ما اجهفها حقها قلت لكم لا اجير موقف سواء فريزا يستحق بعلق عليه الموقف الاول لما اعاد قوكو طاقتها امام جيمين الموقف الثاني لنرجع قوكو بس على فكرة ترى الذيب ما يهر والعبث او اسف يا الذيب البريعصي ما يهر والعبث فريزا اه سوى هاي شي لمصلحة الشخصية وليس لمصلحة الكون السابع لكن يظل انقذهم يظلنا تصرف فخم منه لن انكر لن انكر تصرف فخم يا فريزا يا ربي سامحني يا الله يا الله سامحني ما اتطلق اقولها انقذتهم يا فريزا على العموم فانقذ فريزا قوكو ماذا شو نبعدي هالانطباع يعني عشان لا تنحدف الحلقة صحقا لك يا قوكو اللعنة عليك يا قوكو انك حديتني هالحدة هذي على العموم فريزا انقذ قوكو كمل فريزا انقذ قوكو وقال قوكو اسف اني تعاملت معك بعمف يا صديقي قال لقوكو لا اندلدغتني قوكو والله من وقتك من جدة وهينة واصلة رح تصرف غلغة ضيع المشهد قوكو شتاو سوشي تشاق لب طلع من كمك اونا بايدي ضيع السالفو قوكو خلاص ما يعتاش تاخده تعطي معي فريزا ارجعتها وش ارجعتها وش اعمل نفسك ميت اي شيء انت اطلع بار الحلبة يا قوكو على العموم لا تكن تقول اندلدغتني لا شاتك شاتك وخبزك رجعك الحلبة رجعك غصب عليك مرتين لن ننكر يعني دا ما سوها لن ننكر فرجع قوكو من اللي غضب اكثر مني الالي بدأ يوجه ضربات على قوكو فريزا قال لها فريزا كنك ناويني اكيد ناويك انت من الكون السابع اكيد ناويك لا تستهبل ففريزا عصب بدأ يطلق معهم على الالي بدأ يعني هاي يصير شوية تحالف بينهم ضده لكن التفوق الكامل كان للالي حتى اما تحولوا تحولاتهم واطلق في جيتا طلقتها الالي ردها كذا ولا تفاهم ولا عبر فيهم فاول شيء يوم شاهدنا الضربات والطلقات مهم فايدة قرروا يمسكها ويرمي الاندرويد جو هاتشيغو الاندرويد 18 يرميها في بطنه فا ما مساعدنا كانوا يقتلها قد نمسوا يدخل بطنه بعد شفت لما يقول لك لما يأكلك يودك بعد اخر الاكل يروح وما يتجمع لهذا لما يشوف لك واحد نحيف يدب يدب في الاكل يأكل يأكل وما يمتن ما يمتن تعرف نفسك ما تمتن فيقول لك هذا يأكل ويروح في بعد اخر الاكل ما يروح معدتها فهذا كانوا يسوي في الجو هاتشيغو نفس الشيء بيأكلها ويوديها بعد اخر الى المدرجات فانقذها قوكو هذا الانقاذ الاول وجينا بعدها الالي يبي يمسكهم يبي يسوي ايشيه يبي يطلحهم ففعلا خرج جو نانا قول اندرويد 17 اخوها وهنا ايه تدخلت وانقذتها قلت لعد يعني انت معاول علي ان عندك قوة اكثر ان تقدر تسوي اك حسن مني لا ننسى ايضا انها تمنى انها ترجع بشرية او تمنا لها كورن انها ترجع بشرية فكسايبورغ فعلا قوتها وطاقتها ما تنتهي بس كسايبورغ كامل المقويمات اخوها اكثر منها فلما رجعت الحربة وطلعت المدرجات وصار الكورن السابع خمس مقاتلين ويلا مواجهة مع الالي وكل اطلق كامل قوتها جوهان سواء انت سوينها ultimate جوهان او مايتي جوهان اعتقد انها نفس التسمية سباسيانو بلو طلع عند جوكو وعند فيجيتا وفريزا شغل لكم يا حبيبي الجولدن وفريزا خاصة اللقم يتمغط ويسويها توا صاحب النوم اخينا في الله وعندكم جو نانا قو ماد يش سويت انت بالضغط اطلق طاقتك المهم وكتلة من طاقة قوس قوزة حتصد الكتلة النارية النووية اللي هو اطلقها بس ما في فايدة وهذا اللي انا شوي غابلني في الموضوع غابلني شوي في الموضوع ان خمسة بيكامل قوتهم ضد هذا يا رجل تعطيتم مكان ادى ولا جيمي خمسة من اقوى مقاتلي الكورن السابع جولدن فريزا بلو سايان قوكو بلو سايان فيجيتا ألتمت قوهان وجو نانا قو ماد يش يمسوي على العموم خمسة ضده ما قدروا اطلو جو نانا قو انه يحتك ويحتك يخترق بالدرع حق الكورة النووية هذي ويضرب المفاعل نفس اللي مطلقوا الكورة وكذا قدروا يتفوقون عليه ويضربون الضربة الشاملة بعد يعني معاناة ولولا الحركة يسواها جونانا قو ما كانوا قدروا يطلعونها وكذا قدروا يطلعونها والكون الثالث راح فيها طبعا في نقطة مهمة بيعلق عليها ان من قبل لما جابوا حكام الدمار كانا نعدهم اساسا غلط في يعني مارا نعدهم نقصين مارا نعدهم زيدين لان كانت تسريبات للصور وكان في صورة واحد صغير اول ما تكلمنا عن حرب الاكوان اقول لكم شوفوا في واحد صغير كالنفار ما يندر منه هذا هنا جابوا ان هذا هو حاكم الدمار حق الكون الثالث وكان داخل الالي ولا طلع الا لما قرروا انهم يدمرونهم يمسحونهم خلاص تم مسح الكون الثالث فطلع هذا يودع طبعا الصورة التي تسربت كانت مو من الانيمي يعني صورة متسربة من الكاتب او شيء يصف فيها شكل حكام الدمار وكان فيها شكل واحد غريب مارا انتزم يعني كنت اظن نحت في البداية الفارح ينتبين ان هذا هو اللي كان مرسوم على العموم ما بقى الحين الا الكون السابع والكون الحادي عشر خلاص طاحة الفاس براس خمسة ضد ثلاثة ستكون المعركة كالتالي واحد ضد واحد واحد ضد واحد لا واحد ضد واحد اثنين على واحد اثنين على واحد بما يعني يعني القتال بتشوف قوكو فيجيتا على جيرين بتشوف قوهان فريزا مثلا على توبو اندويد 17 على ديسبو بعدين يتغير يصير فيجيتا قوهان على جيرين قوكو فيزا على ذا بعدين هذا واحد هنا ويقدرون يتغيرون وانحين جايين وانحين جايين لان يحتدم القتال يصير ثلاثة ضد ثلاثة يعني في اثنين يطلعون ضحاية من هذا القتال فالأخير يصير ثلاثة ضد ثلاثة لان واحد ضد واحد والمنتصر الاخير ننتظر ونشوف وفي النهاية لا تنسوا نحفل اي اي شو كون اللي بنسويه في الكويت مع اجازة المدارسة 11-12-13 من شهر يناير ترجيبين لكم الفنانة ام الحويج اللي سوت صوت الكابتن ماجد وقون الفنانة ايمان هاي اللي سوت لكم صوت سالي والفنانة وفاق طربيه اللي سوت قارودة من خماسي حسام من وعد العملاق ومي من وادي الامان اومانزي الساحرة سبانك وشخصية ايضا البنت اللي كانت في الناس الذهبية يعني شيء غير طبيعي الفنان عمر الشمع اللي سوى القائد قندال في قوندايزا ولسه باقي ثلاثة اسماء ما بعد نعلنها من النجوم اللوكل المحليين لولا اكثر من ثلاثة اسماء باقي واجد ما اعلننا يلا شدوا حيلكم دخلوا على حساب الانستغرام اي اي شو عشان تشوفون اتذاكه وكل المفاجئات فانها يقولوا معي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغرامك واتب اليك لتنسون لايك سبسكرايب وشير شوفكم على خير موسيقى 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 موسيقى